السلام عليكم يا أحبائي نرحب بكم في برنامج قناة ريحان اليومي مع القرآن هيا بنا نتجول في عالم القرآن الكريم بسم الله نبدأ السؤال الأول ما معنى سجى في قوله تعالى والليل إذا سجى جاء مضى اشتد ظلامه أسرع عليك الإجابة الآن السؤال الثاني ماذا يسمى الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه؟ اللهو اللعب الورق الوقت يمر رائع السؤال الثالث ما اسم الفرض الذي يقام فقط في مكة؟ الحج العمرة الصيام أسرع أسرع أحسنت السؤال الرابع من زوجة النبي إبراهيم؟ آسيا هاجر مريم لا تنسى الوقت السؤال الخامس السؤال الخامس ما السورة التي تأتي بعد سورة الفاتحة؟ سورة آل عمران سورة النساء سورة البقرة السورة الوقت يمر رائع السؤال السادس من الحكيم الذي ذكر في القرآن الكريم؟ لقمان النبي أيوب النبي يعقوب أحسنت انتهت حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجي مع القرآن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد في أمان الله يا أصدقاء